سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرض فلسطين جزء كبير من أرض الشام تاريخيا أرض الشام تشمل فلسطين ومساحات كبيرة من الأردن وسوريا ولبنان وهي أرض الملاحم إلى قيام الساعة أرض فلسطين كانت دائما هي الصخرة التي تتحطم عليها موجات الطغيان في اليارموك انكسر الجيش البيزنطي أمام جيش خالد بن الوليد في حطين انكسر الجيش الصليبي أمام جيش صلاح الدين في إنجلوت انكسر جيش التطار أمام جيش سيف الدين قطز وفي عكا انكسر جيش نابوليون في أول هزيمة له في حياته على يد المقاومة الفلسطينية الباثسلة بقيادة أحمد باشا البشناقي أي أنه من البوسنة وهو والي عكا من قبل الدولة العثمانية فلسطين ستظل هي أرض الملاحم العظيمة إلى قيام الساعة وفي هذه الحلقة نريد أن نتأمل ثلاثة أحاديث بصحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة الحديث الثاني في صحيح مسلم ورواه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك الحديث الثالث حديث ضعيف أو فيه جزء ضعيف لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله وأينهم قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس تعالوا نقارن الأول حديث عن جابر بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة هذا حديث جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام الأنصاري رجل أسلم في شبابه كان عنده تقريباً 18 سنة هو أبوه كانوا ممن بايعوا في بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة كان هناك 75 مسلم آخر سنة قبل الهجرة آخر حجة قبل الهجرة أحد عشر رجل من الأوس 62 رجل وامرأتان من الخزرج بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج في مكة فهذا الحديث اللي رواه جابر بن عبد الله يتكلم عن طائفة من الأمة تقاتل طائفة مقاتلة لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق بظاهرين إلى يوم القيامة طائفة مقاتلة من أجل الحق حديث الثاني هو حديث ثوبان ثوبان هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم من السورات وهي منطقة جبلية بين مكة واليمن أصابه السباء يعني سبية أصبح عبد يباع في الأسواق فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه وأعتقه وقال له إلحق بأهلك صدق أو إن أردت فابق معنا وكن من أهل البيت فاختار أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه في سفر أو حضر وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة شديدة جدا درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأاه يبكي ذات مرة فقال له ما يبكيك يا ثوبان فقال تذكرت أني أكون في الجنة أدنى وأنت يا رسول الله في الدرجات العلى ولا أستطيع أن أصل إليك فأبكاني فراقك في الجنة يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثوبان أما علمت أن المرأة يحشر مع من أحب المهم ثوبان روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك تعالوا نقارن الحديثين الأول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيام ده حديث جابر عن طائفة مقاتلة وجابر مجاهد بن مجاهد أبوه عبد الله بن حرام هو أول شهيد في أحبه حديث ثوبان أعم يتكلم عن طائفة ظاهرين على الحق أراء المفسرين اختلفت هناك من قال في حديث ثوبان لا تزال الطائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك قالوا أنهم طائفة العلماء هذه هي الطائفة الظاهرين على الحق وهناك من قال بل هم طائفة المجاهدين هؤلاء هي الطائفة التي على الحق الإمام أحمد بن حنبل قال بل هم أهل السنة لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة وفيها طائف الإمام أحمد جرى أنهم أهل السنة هم الطائفة التي على الحق ظاهرين أفضل من فسر هذا الحديث رأي هو الإمام النووي الإمام النووي قال هي طائفة من كل هؤلاء طالما أنهم على الحق من العلماء طائفة على الحق وليس كل العلماء من المقاتلين طائفة على الحق وليس كل المقاتلين المهم هو أنه ستظل هناك دائما طائفة من أمة محمد على الحق إلى يوم القيام طب ليه؟ لماذا؟ ما الذي يمنع أن ينتشر الضلال حتى تضل الأمة كلها؟ ما الذي يمنعه؟ لما كان الضلال ينتشر بعد نبي من الأنبياء كان الله سبحانه وتعالى يرسل نبيا آخر يدعو إلى الحق لكن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء فجعل الله دائما هناك طائفة من أمتي على الحق في كل شيء لن يأتي بعده النبي يرد الأمة إلى الحق فجعل الله دائما هناك طائفة في الفقه على الحق في التفسير على الحق في التربية على الحق في الجهة السبيل الله على الحق إن ليس كل عالم على الحق ولا كل رجل حمل السلاح على الحق هذا يذكرني ببيت لأبو الطيب المتنبي إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع نحن نجعل الحديث ظاهرين على الحق الظهور يعني العلوم على ظهر الشيء يعني بيعلوا فوق الشيء إذن الحق يرفعهم ويعلي شأنهم وهذه ليست مسألة مادي يعني الحق ليس شيء أما ماديا الحرب فيها معارك والمعارك فيها انتصارات وهزائم المسلمين إذا كانوا على الحق ممكن يخسروا معركة لكنهم لا يخسرون حربا كما حدث فيه أحد خسروا معركة لكن الحرب كان فيها عدة جوالات وانتهت بفتح مكة إنما العلو بالحق يجعل المؤمنين حتى إذا هزموا في معركة لا يخسرون حربا لأنهم لا يستسلمون أسد الصحراء عمر المختار قائد المقاومة الليبية المجاهدين الليبيين قال نحن قوم لا نستسلم ننتصر أو نمون ولما في الشعب مسلم واحد استسلم للاحتلال واندمج أبدا في التاريخ مثلا السكان الأصليين لأمريكا الذين يسمونهم الهنود الحمر وهم ليسوا هنودا ولا حمرا لكن مهم قاتلوا وقاوموا مقاومة شديدة لكن في نهاية الأمر استسلموا واندمجوا مع المحتل وكذلك السكان الأصليين لأستراليا الذين يسمونهم الأبوريجنال والتوريس يستسلموا في النهاية واندمجوا مع المحتل لماذا استمرت الشعوب الإسلامية تقاوم المحتل مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات يعني لماذا يظل شعب الجزائر يقاوم الاحتلال الفرنسي حتى فقط سبعة مليون شهيد أو أكثر شعب قوامه في هذا الوقت 15 إلى 20 مليون فقط أي أن ما بين ثلث إلى نصف الشعب استشهدوا لماذا تقاوم الشعوب الإسلامية إلى آخر نفس إجابة على هذا السؤال يجب أن نسأل أولا متى تستسلم الشعوب للمحتل وتندمج معه عندما تجد أن المحتل أعلى وأرقى وعنده ما هو أفضل فيقرر الشعب الأصلي أن يستسلم للمحتل القادم من الخارج ليستفيد منه ومما عنده من رقي وتقدم لكن الشعب المسلم لا يمكن أن يرى المحتل الغير مسلم أفضل أو أعلى أو أرقى مهما كان متقدما علميا وماديا عنه لماذا؟ لأنه يراه متخلفا روحيا عنه القرآن يخاطب المسلمين في سورة آل إمران قائلا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مبدأ الاستعلاء بالإيمان نحن لا نستعلي على الناس بالثروة هذا حرام ولا بالمظاهر ولا بالعلم هذا حرام ولا بأي شيء إلا بالإيمان نحن أعلى بإيماننا بالله سبحانه وتعالى لذلك لا يمكن شعب مسلم يستسلم ويندمج مع المحتل أبدا لأنه يراه أقل منه ويرى أنه هو الذي يحتاج ما عنده وليس نحن المحتاجين لما عندها المحتل هذه هي التربية القرآنية نرجع للحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم إذن هناك طائفة من الناس ستخذل الطائفة التي على الحق من هم الذين سيخذلونهم؟ أعداؤهم؟ لا الذي يخذل الشخص لا يكون عدوه يكون شخص آخر متوقع منه أن ينصره إذن هناك طائفة من الأمة على الحق تخذلها طائفة أخرى من الأمة على الباطل بأن تقف على الحياد ولا تساعد أهل الحق هذا خذلان أنا لم أقول أنها طائفة تحارب أهل الحق لا فقط وقوف أي طائفة من الأمة موقف المتفرج عندما تكون هناك طائفة من أهل الحق يحتاج إلى مساعدتهم الوقوف موقف المتفرج خذلان وأما أن يقفوا مع أهل الباطل ويقاتلوا أو يحاصروا أهل الحق فهؤلاء ليسوا من الأمة أصلا هؤلاء أخرجوا أنفسهم من حضيرة الإسلام أصلا الذين خذلوا هم الذين سكتوا أو الذين كانوا في أيديهم أن يساعدوا ولم يساعدوا أكمل الحديث حتى يأتي أمر الله وهم كذلك مين هم كذلك؟ والكل كذلك أمر الله يأتي وأهل الحق صامدين على الحق وأهل الباطل معاندين على الباطل وأهل الخذلان مستمرين في خذلانهم يأتي أمر الله ما هو أمر الله؟ الله أعلم في كل زمان أمر إما انتصار أهل الحق أو موت الأجيال المشاركة في هذا الصراع من طائفة الحق وطائفة الباطل وربنا يحاسب كل إنسان على موقفه أو أن يأتي يوم القيامة إذن دائما ستكون هناك طائفة على الحق إلى قيام الساعة تعالوا نأخذ الحديث الضعيف وأذكركم أن الحديث الضعيف ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوله ولكن معناه أننا لم نستطع أن نثبت بما لا يدع مجالا للشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله إذن كثير من الأحاديث الضعيفة بالفعل قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لأننا لسنا متيقنين مئة في المئة من صحتها إلا نستخدمها في استنباط أحكام الحلال والحرام وإفعل ولا تفعل أما في فضائل الأعمال نسترشد بها يقول الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك حتى هنا لم يخرج الحديث عن الحديثين السابقين الصحيحين قالوا يا رسول الله وأين هم قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس ستظل هناك طائفة من أمة الإسلام في كل مجال من المجالات على الدين ظاهرين يعني على الحق والدين يعلي شأنهم ولن يضرهم أهل الباطل الذين خالفوهم ولن يضرهم الذين خذلوهم من الأمة إلا ما أصابهم من لأواء هناك استثناء يعني نتيجة هذا الخذ الآن سيصاب أهل الحق ببعض الضرر لكنه ليس ضررا كبيرا نقصف الموارد نقصف الغذاء نقصف الماء نقصف المال نقصف السلاح نقصف الدواء نقصف المستشفيات لكن في النهاية كلها أمور دنيوية لن يستطيعوا أن ينالوا من دينهم وأي ضرر في غير الدين فهو لأواء يعني أمر بسيط كيف بسيط وقد مات عشرات الآلاف صحيح عشرات الآلاف استشهدوا هذا ليس ضرر أصلا هذا مكسب في آل عمران يقول تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليا على الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء القرآن يتحدث عن اتخاذ الله سبحانه وتعالى للشهداء كمكسب وميزة وليس ضررا أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار نرجع للحديث قالوا يا رسول الله وأينهم قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس من إعجاب الصحابة بهم سألوا عنهم وأينهم تصوروا الإنسان يسأل أين فلان حتى يذهب إليه ويقابل من إعجاب به لما سمع عنه الصحابة يسألون عن هذه الطائفة الموجودة في آخر الزمان أين هم من إعجابهم بهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس قد يسألوا البعض ولماذا تشرح هذا الجزء الضعيف في الحديث قلنا أن الضعيف هو حديث لم نستطع إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله مئة في المئة لكن من الوالد أن يكون قد قاله ثانيا الأحداث التي تحدث في فلسطين كأنها تقوي من درجة هذا الحديث كأننا نرى الحديث يحدث أمام أعيننا في الحقيقة في حياتنا نحن أمام طائفة من المسلمين قليلة العدد ضعيفة العدة تقف وتصمد أمام العالم كله بجيوشه وسلاحه وطائراته وسواريخه ومخابراته وثرواته لذلك احرص أن تكون مع الطائفة المنصورة الواقفة على الحق دائما إياك أن تكون مع الطائفة المخذلة التي على الباطل أول عياذ بالله من الطائفة التي أخرجت نفسها من حظيرة الإسلام بقتالها أهل الحق من اليوم كلنا فلسطينيون عانى فلسطيني من أب وأم نصريين وكل رجل وامراعة في هذه الأمة فلسطينيون مقدسيون إلى أن يتحرر المسجد الأقصى نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحق وأن يكسر شوكة الباطل وأن ينكس رايته ويزل دولته وأن يرفع راية الحق فوق الأقصى ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس كلها فوق كل فلسطين من النهر إلى البحر وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نخوض معاركنا معهم وسننضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتاري سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذلع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر